السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبايبي عاملين ايه? اه نقول عايزين نتكلم كلمتين كده وتمع بعدينا ان شاء الله. وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اه انا جاية النهاردة. اه يعني هتكلم كلمتين معاكم كده. ونشوف الدنيا فيها ايه معينا. وعمل كوباية الشاي بالقرونفل. اه هي هتشربها معاكم وانا بتكلم. اه الشاي القرونفل طبعا ما يعولاش عليه. تفضلوا معايا. تمام? اه انا طبعا اه مش هعرف نفس. انا طلعت مرة قبل كده في القناة. ودي تاني مرة اه يعني اطلع اتكلم فيها. المرة فتاة طلعت اتكلمت على حاجة اه الحمد لله مش عايزة اتذكرها يعني. لكن النهاردة انا طلع فرحانة مبسوطة. الحمد لله الحمد لله. واقول ايه? ان الله مع الصابرين. فعلا. ان الله مع الصابرين. اه انا ما بحبش اقولك ايه? ان الله مع الصابرين. اذا صبروا لأ. احنا بنصبر وبنصبر وكل حاجة ربنا بيدهانا لازم بنصبر عليها. بنفرح لما بتبقى حلوة. وبنصبر عليها لما بتبقى وحشة. فا اه احنا راضيين باللي ربنا قسمه لنا. اه في اي حالة من الحالات. اه وبنشوف اه غيرنا بنقول الحمد لله اللي احنا فيه قوي قوي قوي. وطبعا عايز اقول كمان ان اه يعني بالنسبة اه بالنسبة للقنوات بقى بس راح انا عايز اتكلم في حاجة ان قنوات الكبيرة بيشجع بعض. خصوص القنوات الكبيرة دي لفتة يعني بس عايز اقولها ان القنوات الكبيرة هما بيشجعوا بعض. ما بيشجعوش الزغيرين. او بيقفوا جنبهم لله في الله اللي عايزين السنزاف وعايزين وعايزين. وكلنا طبعا الحمد لله يعني اه فيه اللي بيقدر يدفع المبالغ اللي بيطلبه. فيه لا. فا ليه احنا بردو كقنوات زغيرة نشجع بعض مع بعضنا كلنا. ونوقف جنبه بعض. وندعم بعض بايه? نحن نشترك عنده بعض ونشاهد لبعض ونكبر نفسنا بنفسنا. يبا احنا مش مستنيين بقى ان احنا مسلا نعمل مسابقات ولا نعمل ده ولا نعمل ده لأ. زي ما هم بيوصل بعضهم. يعني هم كبروا بازالك بيكبروا بعضهم بردو. يعني كانت كبيرة تلاقي وقت القناة كبيرة معاها مسانداها. طب ما تشوفي حد شوفي اربعة خمسة صغيرين معاك كبري ومعاك. يعني يعني مش عايز اقول انا وقت القناة بس سلة بيها او بعمل انا عايز انجح انا بحب النجاح فعموما يعني بسني ده انا وبحب انجح دايما كنت الحمد لله اعمل حاجة وحب انجح فيها يعني اهم حاجة عندي. والحمد لله الحمد لله ووصلت لحاجة كويسة طبعا ومصممة اللي انا بحب الشيء بحب المحتوى اللي انا بعمله على القناة وبقول طالما في نفس وفي عمر انا اه هكمل ان شاء الله ويعني هقول ايه هقولي الحمد لله ان انا عندي العزيمة دي وعندي الاسرار ان انا اه اكمل الحاجة اللي انا بحبها مش الحاجة اللي باسع عليها عشان خاطر مسلا مادين اه اقول مادين والله الخير جيه اه يبقى خير وبركة من عند ربنا وربنا ريدلي بالخير يعني ان شاء الله ولو اني الحمد لله الحمد لله طول عمري عايش الحمد لله كويسة ومسطورة وبحمد ربنا في كل وقته في كل اداني يعني الحمد لله بس برضي بقولك البحري بحب الزيادة صحة ولا ايه فانا بتكلمة يعني لو الكبار مش عايش يشوفوا الصغيرين ويقفوا جنبهم ويسندوهم احنا باقي صغيرين احنا نكبر نفسنا زي ما قلت ان احنا نقف جنب بعض يعني اه نشجع بعض الاقيك انت مسلا جتيلي اه في بيت مسلا على القناة انا في ساعاتها ادخلك واشترك عندك واشوف محتواك واساعدك مسلا بلايك بكمنت باشتراك اه يبقى ينكبر بعضنا وبعضنا وهو ده الحل اللي لينا لو احنا عايزين نرد عن المسابقات وعن الكلام ده لان مش كل المسابقات نجحة. مش كل المسابقات نجحة فعلا يعني حقيقي فعلا مش كلها بتنجح وبختك وبخيط وتفضلي تفعل فلوس بقى وتفضلي حط راسك على المخدة يا ترى يا هلترى وحنجح فيها مش حنجح فيها هيجي لي فيها يعني كلام كتير جدا وحرق اعصاف فعلا فكلنا الحمد لله نقف جنب بعض احنا كنا صغيرين ندعم بعض مش لازم ندعم ان انا يدخل لي مسلا عشرين الف مشترك او عشرين الف مشاهدة وكلام ده ندعم بعض نحس ان احنا بنكبر. الكنوات الزغيرة انا يعني الحمد الله انا بدأت بقالي دخلة يعني دخلة في سنة اهو الحمد لله الحمد لله وربنا وفقني وحققت الشرط الاولاني برضو تعبت في الشرط الاولاني جدا والتاني برضو تعبت فيه وساعدت نفس شوية في الشرط التاني. الحمد لله لغاية ما كانتش اتفعلت بقالها من رمضان اللي فات. انا واحدة حبيبتي قوي قوي قوي. اه كلكم يعني يعني الاغلبية ممكن يكونوا عارفينها مطبخ ماما عبير. اه دي حبيبتي واجلنا التفعيل مع بعضينا. وعندي مرات اخويا برضو كنت لولو تيوب اه ما شاء الله عليها برضو جلال اه اه تفعيل برضو قريب واجدعانة محتوى كويس جدا جدا. واحنا الهم حاجة عندنا المحتوى لو بنغير بقى شوية كده تفاريح بقى فروتين ما عارفش ايه. بنحاول ان احنا يعني ايه? نخلي القناة يبقى يعني اه يعني مع ايه? فيها شوية يعني كده تفاريح يعني. لكن مش هنطلع عن المحتوى اللي احنا اه ماشينا عليه اللي هو ان انا اقدم اقدم حاجة اه يعني بقولي يا رب تكون اه بتعجب اه لو بعض من الناس يكون الفيديو بيفيد غيري. وانا ما اعتبراي يعني هو ابني الهالي والله كلمة حلوة. قال له ماما يعني بعد عمر طويل تعتبر صدقة ليك القناة دي ان انت بتعلمي البنات الزغيرة. طبعا انا مش هقول ان انا واو يعني طبعا في شفاة ما شاء الله على اليوم. وانا الحمد لله يعني بقدر الامكان. اه الحمد لله يعني الحمد لله مش هشكر في نفسي طبعا. اللي بيأكل مني الحاجة واللي بيشوفها. يعني الحمد لله بيديني كلمة حلوة. ده عن حقيقة يعني. فقال لي دي صدقة ماما وحلوة طبعا. ما فيش معنى انت تكملي فيها وكده. وبقول يا رب. فانا عايزة بصراحة اقول حاجة ان انا افرح نفس انا فرحت جدا جدا جدا. باليوم ده كان اه ما كانش في بالي خالص خالص ان انا هفرح كده او هحس الاحساس ده. اعباركو كلكو يا رب يوم الباب مخبط علي. انا مستنية تليفوني يجيلي. مستنية يعني قلت ايه مسلا بس لسه مش الوقتي خالص استحالة. لكن بقول لكم الصبر بآخرته حلوة. بيجيب الخير بجد والله العزيم ساعتها بتقول يا حمدك واشكر فضلك يا رب. انا انا تعيبت وانت كرمتني في التعب دهوت وعودتني خيري. فحاجة بسيطة لكن فرحتني فعلا من قلبي ما بقاش نصدق ان الباب يخبط علي. ومعليش يعني الاقي الحارس سيطلع يقول لجيلي جواب. اتفاجئ الاقي. ده عبال كل الحبايب يا رب. جالي البنكود. اه نشعر فقول لكم فرحني فرحني بطريقة مش معقولة حقيقي يعني. آآ بجد او يقول لك ايه يعني كل مجتهد النصيب فعلا. آآ اللي بيجتهد بيلاقي. آآ بيفرح بقى اللي حاجة بيشوفها او بتجيله. فانا مجرد الرسالة بتاعة البنكود لما وصلتني مش قادرة اقول لكم. على الفرح اللي حسيت بيها. آآ لانا يعني بعد يعني في الوقت ده او في السن ده. انا يعني افرح كده. آآ مع اني انا لو سني كان اصغر من كده. انا يعني كنت بدعت بصراحة في القناة. آآ لكن انا برضو الحمد لله يعني بعمل يعني على قد يعني او على قد ان انا طبعا عدت وقت عمر كله في الشغل. آآ كنت بشغل كله الهندسة وكده وقدت وقت عمر كله فيها والحمد لله يعني. فدي حقيقي فرحتني فرحتني زي بالزبط يوم آآ آآ لما جالي الشغل ايام اول ما شغلت كده فرحتي يمكن ده كان احسن كمان من الشغل. لما جالي حقيقة الجواب ده فرحني جدا جدا عقبالكو يا رب كلكم. وده السبب الاساسي ان انا طالع اقولكم آآ ما يعني ما تستعجلوش. وازبرو. وكل اللي تقول لا انا البنكوت ما جاليش انا ما طلبتوش على مرة واحدة. مش تلات شهور زي ما كانوا بيقولها او تلات مرات وبعد كده كلها هي حزوز يا جماعة. انا سلمت يعني ما باش افكر فيه كتير. والحمد لله في قهوة السبب لقيت باب يخبط علي وجايب لي الرسالة دهيت. فمش قادر اقول ان كل مجتهد النصيب. واشتغلي على قناتك. وعازة توصلها. هتوصل ان شاء الله. بس يكون المحتوى كويس. محتوى يكون كويس. مش محتوى يلا انا ادخل عشان عايز اكسب فلوس وبتاعه. لأ. المحتوى بتاعك حتى انت بتفرج عليك وبتشوفك. وبتسعى نهاية اول ما تلاقي لك فيديو بتجري عليك عشان تشوفو. لكن محتوى يعني اي كلام لا ما بينفعش الحقيقة. فانا مش عايزة اطول عليكو اكتر من كده. آآ وقال لكم اعبالكو كول لكم يا رب. وقول لي يفرح لي. آآ يكلمني في يبعاتلي يقول لنا فرحان لكي. ويا رب يا رب تفرحوا زي كل اللي ما جلهمش البنكوت بازن الله. وانا من هنا ببارك لمطبخ ماما عبير. بقول لها مبروك. مبروك برضو انا فرحت لها جدا جدا جدا. وهي برضو هتبقى تقول لكم على المفاجأة دهية. ومبروك للولو. الف مبروك يا لولو على البنكوت. ويا رب نكونوا كده مع بعدينا. آآ ونتمنى لخل بعض اللهم امين. اشقول لولو على فكرة يا جماعة دي مرات اخويا. لولو تشوف مرات اخويا. ومطبخ ماما عبير دي حبيبة قلبي وعيش للسنين من اختها. فانا مش هقول غير اني انا شوفكم على خير. مش عادة اطول عليكم زي ما قلت لكم الفيديو. وإلى اللقاء في فرحتين ان شاء الله. سلام عليكم. مش عارف الحقيقة الاضاءة كانت بتروح وبتيجي ليه. يعني فيش حاجة اللومة حلوة والرضاءة حلوة. مش عارفة كانت بتروح وتيجي ليه. يعني انت رفون كان ضرب في السقف ولا ايه. فالمستغرب الحقيقة. يعني اللي يعرف يقول لي. اشوفكم على خير حبيبي. سلام عليكم. مع وصفات ميجي حسن. انا ده اتعملت ادخل تاني عشان اقول الاضاءة دي من ايه. قلت اجربها تاني. فمعليش بسلم عليكم مرة تانية. اه في الفيديو. وبقول لكم. اشوفكم على خير مع وصفات ميجي حسن. اشتركوا في القناة